قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش شن ضربات وقصفا مدفعيا ومدهمات في قطاع غزة وتمكن من جمع معلومات بشأن المحتجزين لدى حماس كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على خلايا تابعة لحزب الله في لبنان لقد هاجمنا مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة في إطار الاستعداد للمراحل القادمة من الحرب وخلال الليل نفذنا مداهمات وغارات جوية ضد الخلايا الإرهابية حددت هذه المداهمات كل ما يمكننا الحصول عليه فيما يتعلق بالمعلومات عن المفقودين والرهائن في الشمال قضينا أيضا على ثماني مجموعات إرهابية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حاولت إطلاق سواريخ على إسرائيل منذ بداية الحرب قضينا على أكثر من عشرين خلية من تنظيم حزب الله وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدد المحتجزين الإسرائيليين من طرف حركة حماس يقدر بمائتين واثنين وعشرين رهينة مؤكدا أن عدد القتلى من الجنود يقدر بثلاثمائة وثمانية لقد قمنا بإبلاغ عائلات ثلاثمائة وثمانية جنود قتلوا في الهجمات لقد تم أيضا تحديث وتغيير عدد الرهائن وعددهم الآن هو مائتين واثنين وعشرين حسب المعلومات الاستخباراتية من بينهم عدد ليس بالقليل من المواطنين الأجانب اشتركوا في القناة